ما رأيك لو ذهبنا لحفار في مخبائه؟ وماذا سيفعل لنا حفار؟ ماذا سيطعل؟ نطلب منه أن يساعدنا إنه مجنون الكنز ولن يلتفت لنا اسمع كلامي يا منصور سنعرض عليه اتفاقا يساعدنا في تخريب المشروع ونساعده في العثور على الكنز وهل يعرف أحدا في القرية كلها مخبأ الكنز؟ سنبحث في الحفر وحتما سنجده يا منصور لا تقلق يجب أن تخبرني بالسر أي سر تريد أن تعرفه أيها الفقر البشري؟ مكان الصندوق، الصندوق فيه نصف الخريطة هذا مستحيل أنا لا أعرف مكان أي شيء اذهب وإلا ضربتك بهذه العصى فوق رأسك ماذا تقول؟ إذن سأخرب لك دكانك لكي لا تتكلم معي بهذا الأسلوب ثانية أترين ما أرى؟ هذا الرجل الغريب يتشجر مع الجد بسيط ويكسر دكانه يجب أن نساعده فضل أيها الرجل، دع الجد بسيط وشأنه لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ هل أنت مجنون؟ حسناً أيها الجد بسيط سوف أعود وأنتقم منك جيداً هل أنت بخير يا جدي؟ بخير والحمد لله شكراً لكم على شجاعتكم يا أحفادي من هذا الرجل يا جدي؟ يبدو غريباً جداً نهو، نهو لا شيء، لا شيء هيا بنا نصلح ما أفسده هل تعتقد أن مغبأه بين كل هذه الحفظ؟ بالتأكيد، هل تعرف له بيتاً؟ أو مكاناً؟ ومن من نرأه ولو مرة؟ إذا نبحث معي وفقد، هم؟ هيا، هيا أنزل معي هنا انتظرني، انتظرني، كيف يعيش إنسان في هذا المكان؟ أسكت ونتتكلم حتى لا يسمعنا أحد حاضر، أعتقد أنه المخبأ الخاص به وكيف عرفت ذلك؟ كيف عرف؟ انظر، هذا بيته، هيا لندخل جابر، إنني أرتعد من الخوف، أنا خائف لا تكون جباناً هكذا، لا تكون جباناً وماذا وجدناه بالداخل؟ ماذا؟ شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة شكراً للمشاهدة